اشتركوا في القناة اخترى الاجابة الصحيحة من بين الاقواص 25 مية مول من ثاني اكسيد الكابريت تساوي كام جرام مدينا علما بانا الاس بتساوي 32 الاغو بتساوي 16 الاختيارات اللي عندي 16 جرام 32 جرام 64 جرام عشان اقدر احدد 25 مية مول من ثاني اكسيد الكابريت بتساوي كام لازم الاول اعرف كتلة المول من ثاني اكسيد الكابريت كتلة المول من ثاني اكسيد الكابريت انا بجمع كتل مكوناته اللي هالاس 32 وعندي الاغو عندي منها زرتين الواحدة بستاشر يبقى برضو 32 32 و32 يبقى 64 يبقى ازلا كتلة المول منه 64 جرام هنا هو مش طالب كتلة المول هنا طالب 25 مية مول 25 مية مول يعني ربع مول احنا قلنا المول كله 64 جرام يبقى ازا الربع مول قدي ايه يبقى هقسم الاربع وستين على الاربعة يطلع لي 16 جرام يبقى ازا كتلة الربع مول من ثاني اكسيد الكابريت هتطلع 16 جرام يبقى لما ييجي يقول لي 25 مية كتلتها ادي او 50 مية كتلتها ادي اشوف 25 مية دي ربع 50 مية او خمسة من عشرة دي نص اشوف كتلة المول الاول واشوفه عايز كتلة تقدي ربع او نص او مول او اتنين مول تاني سؤال عندي ازا كانت الصيغة الاولية لمركب ما هي CH2 وكتلته الجزائية 28 تبقى الصيغة الجزائية بتاعته ايه علما بقى ال H بتسوي واحد وال C بتسوي او 12 طبعا هو بيدينا ال H بتسوي واحد وال C بتسوي او 12 اللي احنا قلنا من الاول لازم اعرف كتلة المول عشان اقدر اطلع سواء صيغة اولية او صيغة جزائية هنا عندي الصيغة الاولية CH2 طيب لازم اجيب الاول كتلتها ادي ايه هتطلع كتلتها معي C12 وال H عندي زرعتين باثنين باربعتاشر يبقى المول الواحد من CH2 باربعتاشر هو مديني الكتلة الجزائية اللي هي كتلة الصيغة اللي عندي او المركب اللي عندي الاولية قلنا 14 لكن الجزائية اللي هو عايزها كتلتها 28 يبقى ازا ال كتلة الجزائية قد الكتلة الاولية كم مرة بروح ايس من 28 على ال 14 يطلع اتنين يبقى ازا الصيغة الجزائية دي قد الصيغة الاولية مرتين طيب احنا قلنا الصيغة الاولية CH2 يبقى الصيغة الجزائية اروح ضارب CH2 في اتنين يطلع لي سي two Aietch kur. السؤال التالت. الصغة كمية للمية. وده من ضمن الاسئلة اللي سهلة. اللي ان احنا عارفين من ابتدائهاén او الصغة كمية او الجزائية للمية. انا كنت هقول جزائية لان هي الكيمية هي هي الجزائية. الصغة كمية او الصغة كمية للمية هي. السؤال البعد كده. تكتب المواد التي تغير من سرعة التفاعل دون المشاركة فيها على السهم ولا يمين السهم ولا يصار السهم أنا لم أمسك المعادلة الكيميائية طالما أنا أتكلم عن تفاعل يبقى أنا أتكلم عن معادلة كيميائية في المعادلة الكيميائية فيه اللي بيبقى على يصار السهم فيه اللي على يمين السهم وفيه اللي على السهم اللي على يصار السهم دي المواد المتفعلة اللي على يمين السهم دي المواد الناتجة ولكن اللي بيكتب على السهم هي شروط التفاعل طيب يبقى اللي بيكتب فوق السهم شروط التفاعل طيب اللي موجود عندي تكتب المواد تغير من سرعة التفاعل يعني ايه مواد تغير من سرعة التفاعل اللي هي العوامل الحفازة او العوامل المساعدة العوامل الحفازة او العوامل المساعدة بتكتب على السهم من ضمن شروط التفاعل زي ايه من ضمن شروط التفاعل قلنا العوامل الحفازة او الحرارة او الضغط سؤال الخامس كتلة المول من جزائيات الأكسوجين نقط كتلة المول من زرات الأكسوجين هل يساوي هل نصف هل دعف بقول كتلة المول من جزائيات الأكسوجين وكتلة المول من زرات الأكسوجين جزائي الأكسوجين بيكتب O2 لكن زرات الأكسوجين بتكتب O يبقى اذا الاوتو ضعف الاو يبقى تلقائي كتلة المول من الجزائية بتاعت الاكسوجين هتبقى ضعف كتلة المول من زرات الاكسوجين السؤال بعد كده للتعبير عن الحالة السائلة للمادة هنضع انهي رمز الاس ولا الال ولا الجين الحالة السائلة انا عندي ثلاث رموز ايه معناهم عشان اقدر احدد انهي رمز فيهم الاس دي المادة الصلبة الجي دي المادة الغازية او الحالة الغازية الال هي الحالة السائلة يبقى انا لو انا عايز اعبر عن الحالة السائلة هكتب ال عايز اعبر عن الحالة الصلبة هكتب اس عايز اعبر عن الحالة الغازية هكتب جي السؤال اللي بعد كده الهيدروجين والفلزات ايوناتها مجابة ولا سالبة ولا متعادلة فلزات والهيدروجين لما بص على الفلزات والهيدروجين ابص اقول بولك ايوناتها هي الزرات احنا قلنا الزرات تقوم متعادلة شحنة ولكن هو قال ايون كلمة ايون يعني حصل يفقد الالكترونيات او حصل اكتساب الالكترونيات في حالة الهيدروجين والفلزات دي من الزرات او من المواد اللي بتميل لفقد الالكترونيات طالما ان هي فقد الالكترونيات فهي هتفقد شحنات سالبة يبقى ازا هتصبح ايونات موجبة يبقى ازا الفلزات والهيدروجين الايونات بتاعتها شحنتها موجبة السؤال اللي بعد كده في المعادلات الايونية مجموع الشحنات على الطرف الايمن يسوي كم دايما في وزن المعادلة اللي خدناها في الفصل التاني لازم ونموزن المعادلة لازم يكون سواء عدد الزرات او كتلة الزرات اللي موجودة على الطرف اليمين يسوي كتلة الزرات او كتلة او عدد الزرات اللي موجودة على الطرف الشمال كذلك برضو لازم يكون مجموع الشحنات على الطرف اليمين بيساوي مجموعة الشحنات على الطرف الايصر او على الطرف الايصر لازم الاتين بساوي? سفر. لازم يكون مجموعة الشحنات على الطرف الايمن يساوي سفر. مجموعة الشحنات على الطرف الايسر برضو يساوي سفر. السؤال اللي بعد كده. المون من غاز اتش تو. يحتوي على ستة واتنين من مية في عشر او ستلاتة وعشرين نقط هيدروجين. انا بقول المون من غاز اتش تو. لازم نخلي بالي هنا اتش تو. هل دي زرة ولا جزئة? ولا ايون? لان الرقم بتاع ستة واتنين من مية في عشر وستلاتة وعشرين ده اسمه عدد افو جادرو. وان عدد افو جادرو هو عدد الزرات او الجزئات او الايونات اللي موجودة في مول واحد من المادة. طيب انا هبص هل الاتش تو دي زرة ولا جزئة? لو كان اتش بس فدي تبقى زرة. اتش تو تبقى جزيء ده جزيء هيدروجين. يبقى ازا في ستة واتنين من مية في عشر وستلاتة وعشرين جزيء هيدروجين. يبقى ازا عدد افو جادرو. لو انا جيت انا اهو في المسال بقول ايه? المول من غاز اتش تو خدت جزيء هيدروجين. يبقى ازا ستة واتنين مية في عشر وستلاتة وعشرين برضو جزيء هيدروجين. لكن لو انا قلت المول من غاز اللي هو زرة الهيدروجين هيبقى فيه برضو نفس العدد اللي هو ستة واتنين من مية في عشرة ثلاثة وعشرين بس هنقول زرة يبقى ازا لو سألني عن عدد الجزئات يبقى لازم ستة واتنين مية في عشرة ثلاثة وعشرين جزئ لو سألني عن عدد الزرات يبقى ازا هو نفس العدد ستة واتنين من مية في عشرة وستلاتة وعشرين برضو زرة السؤال اللي بعد كزا اذا كانت الكتلة الزرية للكربون اتنوش فان كتلة المول منه تسوي كامجروم خبنا قبل كده ان الكتلة الزرية هي هي كتلة المول من المد طيب ايه الفرق بالاتنين الكتلة الزرية ديت بنقسها بوحدة او الوحدة بتاعت اسمها وحدة الكتل الزرية لكن المول الوحدة بتاعته هو الجروم ولكن نفس الرقم هنا هو نفس الرقم هنا يعني هي بقول لك الكتلة الزرية للكربون اتنوش يبقى كتلة المول برضو اتنوش يبقى اذا سألني في اي عنصر اداني الكتلة الزرية بتاعته وقالك كتلة المول بتاعته كم هو هو نفس الرقم مثال الاكسوجين الاكسوجين لو قالك كتلة الزرية بتاعته 16 يبقى كتلة المول قديه بردو ستاشة. الان كتلة الزرية بتاعته اربعتاشة. يبقى كتلة المول بتاعه كام? اربعتاشر جرام. لان الكتلة الزرية هي هي كتلة المول. خشت بالسؤال اللي بعد كده. وده بعنوان صوب الخطأ في المعادلات الاتاية. يعني انا هتديك معادلة. المعادلة ديت فيها اخطاء. انت بتصحح هذه الاخطاء. اول معادلة عندي. اتش تو زائد اوتو. هيديني اتش تو اوتو. معادلة دي الخطأ اللي فيها لانا لازم اوزن المعادلة. ده اولا. سانين الاتش تو اوتو ده فوق اكسيد الهايدروجين. ده ما بينتقش من اتحاد الاتش تو والاوتو. وبيبقى سريع. الانحلال على طوله. وبيتكون معايا زي ما هنشوف في الاجابة الاتش تو او. يبقى ازا اتش تو زائد اوتو. هيديني اتش تو او. طيب. شمعنا انا كاتب اتنين قبل الاتش تو. وكاتب اتنين قبل الاتش تو او. احنا قلنا عشان المعادلة تبقى صحيحة. لازم اوزنها. لانها لازم تخضع لقانون بقاء الكتل. ادي حاجة. حاجة تانية ان انا مش هبقى عندي زرات موجودة في المتفاعلات ومش هلاقيها في النواتج او العكس. فلازم بعدد الزرات ونوع الزرات اللي دخلة في المعادلة. قد عدد الزرات ونوع الزرات اللي خارجة من المعادلة عندي. اللي اتنين هنا اتحطت ليه. لو انا بسيت. اولا انا بقول اتنين اتش تو او. طيب ما انا كان ممكن اقول اتش تو او على طول ما اولش اللي اتنين. لو انا قلت اتش تو او على طولي انا كده واخد في المتفاعلات او واحدة فقط زرات او. ما عنديش زرات او. دايما العناصر الغزائية معظمها بنشتغل بها كجزيء. يعني لازم اكتب او تو خلاص. يبا هي الاو لازم في المعادلة. في المتفاعلات لازم اكتب الاو تو. طيب الاو تكافؤ سنق. الاتش تكافؤ واحد. يبا لازم الاو تو او الاو الو واحدة معاها اتنين اتش. طب انا هكتب او تو يعني اتنين. يبا لازم يكون معاها اربعة اتش في المتفاعلات. اربعة اتش اللي هي مكتوبة اتو اتش تو. يبا اتش تو عشان ما عند اربعة اتش. مع الاتنين او مع جزيء الاكسوجين اللي هو اتو. احنا قلنا المياه رمزها اتش تو او. ده وانا كتبت الاتش تو او بس. هلاقي انا دخل عند اربع زرات هيدروجين لكن طلع عندي زرتين هيدروجين. داخل زرتين اكسوجين طلعت زرة واحدة. فلازم اكتب الاتنين في الاول. الاتنين اللي في الاول ديت في النواتج عشان تزبط لي عدد الزرات النتجة من التفاعلة. المعادلة التانية بقول لك ان اتش سري بيدينا ان زائد اتش سري. المعادلة بتكتب ازاي? الان زائد الاتش سري دي المتفاعلات. فبرح احطتها مكانها الطبيعي لايه في المتفاعلات. ان تو زائد سري اتش تو. واجيب الان اتش سري دي نواتج. طيب ادي حاجة. الحاجة التانية. لو انا حبيت اوزن المعادلة الاولانية اللي هو مديها للي انا عايز اصحها. هلاقي عندي الان اتش سري وهنا ان زائد اتش سري. هتقول لي ما هنا عدد الزرات بتاعت الان اللي داخلها قد لخارجها. وعدد زرات الاتش اللي خارجها قد لداخلها. اقول لك اه في حاجة معينة. قلناها قبل كده. الان اسمه غاز النيتروجين. وطالما ان هو غاز انا باخدش زرة. انا باخد جزيء. يبقى لازم اكتب ان تو. طيب. وانا الان تو. الان تكافأ سلاسي. يبقى لازم عشان المعادلة موزونة. انا عندي زرتين نيتروجين. يبقى لازم هيحتاجه ست زرات هيدروجين. اللي هي سري اتش تو. طب هتقول لي ما انتم ممكن تكتب ممكن تكتب تو اتش سري. فيش اتش تو. يطلع الناتج عندي. ان اتش سري. طيب. الان اتش سري دوت. اللي هو ايه? غاز النشادر. طب هل الان اتش سري صحيح? فعلا صحيح ليه? الان تكافأ سلاسي. واخد معاه تلت زرات هيدروجين. طب كده خلاص في واحدة ان كمان. وتلاتة اتش كمان. دول برضو بيتحدوا مع بعض مرة كمرة اخرى. ويعمل لي غاز النشادر تاني. يبقى ازا غاز النشادر بدل ما كان موجود عندي جزيء واحد. بقى جزيئين موجودين. يبقى المعادلة الصحيحة اني تو زائد سري اتش تو هيديني اتنين اني اتش سري. معادلة اللي بعد كده. اني ايه زائد اوتو هيديني اني ايه اوتو. دي المعادلة اللي المطلوب ان انا صححة. طيب. اما اجي ابص على المعادلة ديت وانا بصححها. يعني عايزة اوزنها زي ما احنا اتفقنا. لازم وزن المعادلة. ده كلمة تسوي بالخطأ في المعادلات. الخطأ دايما في المعادلات او غالبا في المعادلات بيبقى في وزن المعادلة. الان ايه تكافؤ واحدة. والاو تكافؤ السناء. الاو لازم يتاخد اوتو. قلنا لان ده جزيء غازي. طالما ان العنصر ده غاز لازم ااخد منه جزيء. يبقى ادي الاوتو. ما بيجادش في صورة منفرج. طيب. الان ايه? اه طب الاو سناء. والان ايه? احادي. طيب انا عندي اتنين او. اتنين او يعني عايزين اربع زرات ايه. اربع زرات ايه. فبناخد اتنين ايه تو. زائد الاوتو. طيب هيطلع ايه اللي عندي? هيطلع عندي? ايه تو او? جزيء منه اللي هي الاتنين اللي في اول الناتج اللي طالع. طيب. ايه تو او? ليه كتبت ايه ايه تو او? ما قولش ايه او تو. لا. لان احنا قلنا الاو تكافؤ السنائي. والان ايه تكافؤ او احادي. يبقى انا تلقائي لازم ااخد اتنين ايه مع زرة الاو. يبقى لازم ااخد او مع زرة الاو. يبقى لازم ااخد الاتنين ايه زرتين ايه مع زرة الاو. هيعملوا لي جزيء ايه تو او? لو اكسيد السوديوم. وكذلك هيبقى عندي زرتين ايه وزارة اكسوجين هيتحدوا مع بعض ايضا ويدينا اكسيد سوديوم تاني. يبقى عندي جزيئين من اكسيد السوديوم. فبنكتب تو ايه تو او? يبقى تصحيح المعادلة او تصويب المعادلة ايه تو زائد او هيديني اتنين ايه تو او. معادلة اللي بعد كده اللي مطلوب تصحيحها اتش تو زائد سيل لتو يديني اتش سيل. انا بص الاقي المتفاعلات مكتوبة صحة. الاتش تو ده غاز فموجود ايه تو سيل لتو غاز فموجود برضو التو. يبقى ده جزيء وده جزيء ولكن الاختلاف او الخطأ هنا في النواتج. الخطأ هنا في النواتج ازاي? الاتش او احادي والسيل احادي. يبقى تلقى عندي زرة هيدروجين هتتحت مع زرة سيل ويطلع لي اتش سيل ادي جزيء. وهيبقى معي زرة اتش وزرة سيل هتتتحت وبرده مع بعض يعملولي جزيء اخر اتش سيل بقول جزيء اخر بكده عندي جزيء اين اتش سيل فبكتب التعديل الوحيد اللي في المعادلة ديت ان انا بكتب قبل الاتش سيل بكتب الرقم اتنين. المعادلات اللي بعد كده. سيل تو زائد ان اي 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 هيدينه ان اين اي 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 سيل تو زائد اي وزني المعادلة طيب سيل تو عندي اه ده جزيء كلور خلاص بكده مضبوط ده مكتوب صح. ان اي 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 ا قال وهاخد معاي سي ال تو زرتين. ادي اول خطو. زائد الاي. الاي ده اليود بردو لابد ان يكون اي تو. هنعدل او هنصوب المعادلة. ازاي? انا عندي في الحالة الاولين اللي احنا قلناه في النواتج ايه سي ال تو. مش صح. طالما ان انا معاي سي ال تو. يبقى لازم الان ايه بردو تبقى تو زيها. فبرحاتة قدام الان ايه اي اتنين. يبقى عندي اتنين ايه ايه. معنى ايه اللي اتنين اللي في الاول دي? معناها لان ان الان ايه واخد منها زرتين. والاي برضوة واخد منها زرتين. زاد ال سي ال تو. كل الرموز او العناصر اللي موجودة في المعادلة ده احادية. ال اي احad التكافؤ. الاي احاد التكافؤ. السي اللي احاد التكافؤ. يبقى ازا كل زرة هتاخد زرة اخرى زيها. وتعمل النواتج بتاعي فاللي بيحصل بيحل محل زرتين ويدينا اتنين نا سي ال اه ده كده نا سي ال يعني خدت زرة سوديوم مع زرة كلور ده كلام مظبوط لان السوديوم احادي والكلور احادي ده اني خدت سي ال عملت نا سي ال كلورية سوديوم ده جزيء ووحدة تانية اني خدت معاها زرة تانية سي ال عملت نا سي ال يritionك ده يكون عند اتنين جزيء من اني ي سي ال طيب يبقى مين بقى لسه مخدتوش من المتفعالات ال اي احنا قلنا السي ال هتحل محل ال اي ويطلع ال اي ال تو في نهاية المعادلة يبقى وزن المعادلة وتصويب المعادلة عندي اتنين اي زائد سي ال هيداني اتنين اي سي ال زائد اي تو المعادلة اللي بعدها اللي عايزة تصويب اتنين ان اي سيل الزائد اي جي ان او هيدين هيدين ان اي تو ان او سآد اي جي سيل هنمسك المعادلة من اول اتنين مزبوط ال ا ا ا احدي والoutine او حادي خلاص اوكي اي جي ان او ا ا او حادي مجموعة التارض لأنه او ا ا او حادي بردو مزبوط يبقى المشكلة عن ده في النواتج. يبقى تلقائي خلاص. انا لقيت المتفعلات صحيحة. ابتدي اشوف عندي النواتج ايه المشكلة فيها? وانصحها مع تزويد اي حاجة في المتفعلات. ادي اول مشكلة عندي. احنا قلنا اوحادي اوحادي. يبقى المفروض اقول ايه اوحادي. مش ايه اوحادي. يبقى هنا في عندي اول خطأ عندي عايز تصحيحه. الثو اللي هي بعد الان ايه. زائد اي جي سي ال. الاي جي سي ال مضبوط. لان الاي جي اوحادي والسي ال اوحادي. طيب ازبط بقى الاتنين بتاعت الان ايه ايه ازاي? يبقى ازا لازم. انا عندي اتنين ايه. في المتفعلات خرجت اتنين ايه. يبقى المشكلة عندي في الايه الان اسري. الان اسري ايه? هنا عندي واحدة. عايز اخليها اتنين عشان تتفاعل مع الاتنين بتاعت الان ايه. فبخش قدام ال اي جي ان اسري وبحط قدامها اتنين. بقى كده عندي اتنين ايه. واتنين سي ال. واتنين اي جي. واتنين ان اسري. واتفاعلة ان كلهم احادي. يبقى ازا المعادلة. طالما ان كلهم عدد الزرارات اللي موجودة في المتفعلات متساوي. هتلاقي ان شاء الله عدد المواد او العناصر اللي موجودة في النواتج برضو متساوي. هنبص في النواتج هنلاقي اتنين ايه ان اسري ايه? التنين اللي محتودة من تحت دي خاصة بالان اي فقط مناش دعوة اتنين ايه واندي اتنين اسري اه كده هبص اتنين ان اسري به عندي المركب اللي هو الاسري اللي هو نترات السيديوم موجود منها جزيين وده مظبوط لان الان هو واحدة والان اسري اوهادي زاعت الاتنين اي جي سيQue l. الاي جي اوهادي والسي اللي اوهادي فخلاص اي جي سي القعمل لي جزيء من كولوريد الفضة. وكمان واحدة اي جي مع واحدة سيأ ال ادتني جزيء اخر من كولوريد الفضة لو اي جي سي ال بقى عند اتنين اي جي سي ال. السؤال الي بعد كده. ما المقصود بكل مني اول حاجة المول اتنين المواد الناتجة تلاتة الصيغة الاولية اربعة تفاعل التعادل خمسة عدد افو جادرو ستة الصيغة جزائية يبقى اللي مطلوب مني في السؤال دوت انه نكتب تعريف كل واحدة من دول المول المواد الناتجة الصيغة الاولية تفاعل التعادل عدد افو جادرو الصيغة الجزائية نبدأ الاول بالمول خدنا المول في المراجعة السابقة حد فاكر ايه تعريف المول المول هو كتلة جزائية للمادة معبرا على الجروم كتلة جزائية واحد من المادة معبرا عنها بالجروم الكتلة جزائية للمادة معبرا عنها بالجروم اللي احنا قلنا هياخد مول او جزائية من المادة هياخد الكتلة الزرية بتاعته بوحدة الكتلة الزرية حولها لجروم بقت خلاص دي المول بتاعي يبقى المول هو الكتلة الجزائية للمادة معبرا عنها بالجروم طيب تعريف التاني المواد النتيجة ايه المواد النتيجة قلنا هي المواد الجديدة المتكونة نتيجة حدوث التفاعل الكيميائي يعني انا عندي مواد متفاعلة مواد نتيجة المواد المتفاعلة دي المواد اللي بتخش في التفاعل ممكن يحدث لها تغير المواد الجديدة بقى نتيجة اللي هتنتج من التفاعل الكيميائي او اللي حصلها تغيير دي المواد الناتجة دي هي دي المواد الجديدة المتكونة. سؤال التالت او التعريف التالت الصيغة الاولية. الصيغة الاولية هي بقول الصيغة يبقى هي صيغة رمزية لان هي عبارة عن رموز. صيغة رمزية تمثل ابسط نسبة تتواجد عليها العناصر في هذا المركم. يبقى قولنا تاني صيغة رمزية تمثل ابسط نسبة تتواجد عليها العناصر في هذا المركم. تعريف اللي بعده تفاعل التعادل. تفاعل التعادل. قلنا مثال على التفاعل التعادل هو تفاعل الحمض والقاعدة. طيب. شميعنا الحمض والقاعدة ده مسال تفاعل التعادل. لان الحمض يبقى فيه ايونات الهايدروجين. القاعدة او القلوي بيبقى فيه ايونات الهايدروكسيل. بيتحد ايونات الهايدروجين من الحمض مع ايونات الهايدروكسيل من القلوي لتكوين جزيئات الماء المتعامل. يبقى اذا لما يجي افاعل حمض مع قلوي او مع قاعدة. ايه اللي بيحصل? اللي بيحصل ان ايونات الهيدروجيني اللي موجودة في الحمض بتتحد مع ايونات الهيدروكسيل اللي موجودة في القلوي او القاعدة اللي عندي. ويكونيني جزيئات الماء المتعامل. تعريف الاخر عدد افو جادرو. قلنا احنا بنتكلم في اكمل في سؤال او في سؤال اختار الاجابة الصحيح بين الاقواس. قلنا عدد افو جادرو هو عدد الجزيئات او الزرات او الايونات التي يحتويها مول واحد من المادة. يبقى اي مول من المادة بيحتوي على نفس العدد من الزرات او جزيئات او لايونات اللي هو اسمه عدد افو جادرو. وده بيساوي ستة واتنين من مية في عشرة قس تلاتة وعشري. يعني قلت مول من زرات الاكسوجين بيحتوي على نفس العدد من مول من زرات الهيدروجين بيحتوي على نفس العدد من مول من زرات الناتروجين. كل طلامة ان هنا في مول وهنا مول من العناصر اللي الموجودة عندي يبقى عدد الزراط بتاعها متساوي اللي هو ستة واتنين من مية في عشرة قس تلاتة وعشرين. اخر مصطلح علمي موجود عندي او ما اعرف الصيغة الجزائية. الصيغة الجزائية هي صيغة رمزية. يبقى ازا هي مجموعة من الرموز. يبقى صيغة رمزية توضح نوع وعدد الزراط التي يتركب منها جزيء واحد من المد. يبقى هي صيغة رمزية توضح او صيغة رمزية بسيطة توضح نوع وعدد الزراط التي يتركب منها جزيء واحد من المد. السؤال اللي بعد كده? السؤال الرابع بيقولي ايه السؤال الرابع صوب الخطأ في العبارات القتية عندنا جمل هتيجي والمفروض نشوف الخطأ فين ونحاول نصلح الخطأ داو اول عبارة عندي كتلة المول بالجرامات تكون اكبر من رقم الكتلة الجزائية او الزرية بوحدة الكتلة الزرية طبعا في صوب انا هنا سهلتها عليك شوية وحطت لك خط تحت المفروض اللي انت تعدله او تغيره او تصوبه لكن في السؤال بتاع صوب ما ببقاش موجود انا عشان اعرفك شيلت ايه وحطت ايه كتلة المول بالجرامات تكون اكبر من رقم الكتلة الزرية لسا عالين من شوية واحنا بنتكلم زي مثلا زرة الكربون قلنا الكتلة الزرية للكربون اتناشر اتناشر ايه وحدة كتلة الزرية يبقى دي اسمها الكتلة الزرية بتاعتي طيب عايزة خليه مول قلنا المول من الكربون بيساوي اتناشر جرام يبقى ازا كتلة المول هي هي الكتلة الزرية ليه يعني الاتنين متساويين مفيش حد اكبر ولا اصغر يبقى هشيل كلمة اكبر من واحط تساوي النقطة اللي بعد كده تمثل الصيغة الاولية وايضا الصيغة الجزائية لغاز الميسان تمثل الصيغة الاولية وايضا الصيغة الجزائية لغاز الميسان هابوس هنا عند غاز الميثان غاز الميثان رمزه CH4 C2H4 لا مش دي صيغة غاز الميثان غاز الميثان صيغته إيه؟ CH4 سؤال اللي بعد كده في المعادلة الكيميائية يشير السهم إلى المواد المتفاعل تفقنا أنه في المعادلة الكيميائية عشان هنعمل معادلة في يصار السهم في يمين السهم في اللي بيتكتب على السهم قلنا يصار السهم ليه المواد المتفاعل يمين السهم اللي بيشير إليه السهم هي المواد النتجة إذا مباشيل كلمة المواد المتفاعلة أنا هتطلق تحتها خط وهنحط مكانها المواد النتجة السؤال الأخر إذا كانت الكتلة الجزائية المركب هي أربعة واربعين وحدة كتل زرية معنى ذلك أن كتلة المول منه تمانية وتمانين جروم وأنه يحتوي على ستة واتنين من مية في عشرة أس تلاتة وعشري لو أنا بصيت مديني عادي الكتلة الجزائية أربعة واربعين وحدة كتل زرية هبتدي أبني إجاباتي على كلمة الكتلة الزرية بتاعته أو الكتلة الجزائية بتاعته أربعة واربعين أبوس أول حاجة قال لي أن كتلة المول منه تمانية وتمانين جروم ما إحنا لسه قالين في السؤال اللي قابله أني كتلة المول الواحد قد الكتلة الزرية يبقى هنا لما يقول الكتلة الزرية أربعة واربعين يبقى إذن كتلة المول برضو أربعة واربعين وأنه يحتوي على ستة واتنين من مية في عشرة وستلاتة وعشرين فعلا بيحتوي على ستة واتنين من مية في عشرة وستلاتة وعشرين لأنه ده مول واتفقنا المول من أي مادة بيحتوى على ستة واثنين من مية في عشرة أس تلاتة وعشر يبقى كل اللي أنا أغيره هشيل الثمانية وتمين جروم بتاع كوطلة المول وحط مكانها أربعة واربعين جروم السؤال اللي بعد كده للتعبير عن الحالة الغازية للمادة نضع على الرمز اس احنا قلنا حالات المادة في سائلة في غازية في صلبة في محلول قلنا المحلول بكتب رمز ايكيو الحالة السائلة بكتب الال زي سؤال خدناه في الاختار الحالة الصلبة بكتب اس الحالة الغازية بكتب جي يبقى إذن تصويب الخطأ هنا إن أنا هشيل كلمة اس واكتب مكانها كلمة جي السؤال اللي بعد كده وهو السؤال الخامس هناخد فيه بعض المسائل أول مسألة عندي اوجد الصيغة الأولية لغاز وجد أن عينة منه تحتوي على اتنين واربعة وثلاثين من مية جرام من النيتروجين وعلى خمسة واربعة وثلاثين من مية جرام من الأو مديك ما بين الأقواس الأن بتساوي 14 والأو بتساوي 16 عشان أحل المسألة دي هو عايز صيغة تفاقنا هنا بكتب الصيغة لابد إن أنا بتعامل بمولات مش جراموت هنا أنا مديني جراموت يبقى لازم أحول الجراموت دي لعدد من المولات طيب أنا عندي الأول إيه العناصر الموجودة الأكسوجين اللي هو الأو والنيتروجين اللي هو الأن يبقى إذن الصيغة اللي هتطلعلي هي عبارة عنها هيبقى موجود فيها فقط الأن والأو ولكن لابد الأول أن أنا أدور على عدد مولات النيتروجين وعدد مولات الأكسوجين عشان أجيب عدد مولات الأكسوجين بقسم الكتلة الجرامية للعنصر اللي هو مدهولي كتلة الاكسوجين بالجرام على الكتلة الزرية طيب نمسك واحدة واحدة فين كتلة الاكسوجين بالجرام في المسألة مكتوبة اني عندك الاكسوجين خمسة واربعة وثلاثين من مية جرام طيب خلاص كده جبت كتلة الاكسوجين بالجرام فين الكتلة الزرية. كتلة الزرية هي اللي ما بين الاقواس. مديك ان الاو بتساوي ستاشة. يبقى عشان اجيب عدد مولات الاكسوجين. هقسم الخمسة واربعة وثلاثين من مية على الستاشة. هتطلع لك تلتمية اربعة وثلاثين من الف مول. تلتمية اربعة وثلاثين من الف مول. يعني جزء من المول. كده جبت عدد مولات الاكسوجين. ناقص عدد مولات النيتروجين. هل القانون هيختلف? لا. كتلة النيتروجين بالجروم على الكتلة الزرية. كتلة النيتروجين بالجروم اللي هي تنين واربعة وثلاثين من مية. اللي هي تنين واربعة وثلاثين من مية جروم. على الكتلة الزرية للنيتروجين اللي هي اربعتاشة. هتطلع لك مية سبعة وستين من الف مول. مية سبعة وستين من الف مول يبقى اذا كده انا جبت عدد مولات الاكسروجين تلتمية اربعة وطلاتين من الف مول عدد مولات النيتروجين مية سبعة وستين من الف مول طيب هل كده خلاص ما انت قلت لي عايز عدد مولات انا جبت عدد مولات ممكن بقى اكتب الصيغة لا لسه عدد المولاد احنا عايزينه عدد صحيح زي ما كنا بنشوف السياق كلها فلازم اجيب عدد صحيح طيب اعمل ايه عشان اجيب عدد صحيح بقسم على اقل عدد للمولاد طيب انا عندي تلتمية اربعة وتلاتين من الف مول وعندي مية سبعة وستين من الف مول مين فيهم الاصغر المية سبعة وستين من الف مول هاقسم عدد المولاد للاكسوجين والنتروجين على نفس الرقم اللي هو اقل عدد من المولاد اللي هو كان مية سبعة وستين من الف مول اللي هو عدد مولاد النتروجين هاجي اروح جايب عدد مولاد الاكسوجين اللي هي تلتمية اربعة وتلاتين من الف مول واقسمها على مية سبعة وستين من الف واجه عند عدد مولات النيتروجين اللي هي 167 من الف وقسمها برضو على المية 168 من الف هلاقي عدد مولات الاكسوجين اما جأسم 343 من الف على 167 من الف هيطلع اتنين مول ولما جأسم عدد مولات عشان نجيب عدد مولات النيتروجين كصورة صحيحة هقسم المية 167 من الف على المية 167 من الف هتلع لي واحد يبقى اذا النسبة بين عدد المولات بتاعة الاكسوجين والنيتروجين هي اتنين الى واحد يعني ايه يعني هيبقى عندي اتنين اكسوجين مقابل واحدة نيتروجين يبقى اقدر خلاص انا كده عرفت ان عدد المولات عندي واحدة نيتروجين وعندي اتنين اكسوجين اقدر اكتب الصيغة الاولية اللي عندي اللي هي ان او تو لان احنا قلنا بيتحدوا واحدة نيتروجين او مول نيتروجين مع اتنين مول اكسوجين يبقى الصيغة بتاعتي ان او تو المسألة اللي بعد كده احسب كتلة خمسة وعشرين من مول من كربونات السوديوم لان اي 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 او سي او سري علما بقى الان اي اي تتعطي ما 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 ت مول اتنين مول عشرة مول زي ما انا عايز فلازم الاول اجيب كتلة المول من كربونات السوديوم طيب هجيب ازاي كتلة المول الواحد من كربونات السوديوم كتلة المول الواحد من اي مادة بتساوي مجموع كتل مكوناتها مجموع كتل مكوناتها انا عندي ايه مكونات كربونات السوديوم سوديوم كربون اكسوجين يبقى هجيب كتلة السوديوم واجمع عليها كتلة الكربون واجمع عليها كتلة الاكسوجين طيب اجيب ازاي كتلة كل واحدة فيهم انا عندي مكتوب الان ايه تو ان ايه تو معناها ان انا عندي زرتين طيب الكتلة الزرية بتاعته فين عشان اجيب كتلته هلاقيها من بين الاقواس كاتب الان ايه تلاتة وعشرين وانا عندي اتنين يبقى عشان اجيب كتلة السوديوم اللي داخلها في المركب ده هروح ضارب اتنين في تلاتة وعشرين دي كتلة السوديوم طيب في بعد كده ان ايه تو سي سي يعني زرت كربون واحد فين كتلتها اه زر كربون يعني مول مول كربون طب فين كتلته ابوس على بين الاقواس الاقي عندي السي بتساوي اتناشة يعني كتلة المول واحد بكم باتناشة اروح ضارب واحد في اتناشة بعد كده انا قلت ان ايه تو سي اسري اسري يبقى عندي تلات مولات من الاكسوجين ابوس على طيب كتلة المول احنا قلنا كتلة المول هي الكتلة الزرية طب فين الكتلة الزرية بين الاقواس طب كام مكتوب عندك الاو بتساوي ستاشة يبقى هروح واخد التلاتة اللي هي التلات مولات اضربها في ستاشة يبقى ازا عشان اجيب مجموع كتل مكونات كربونات السوديوم هعمل ايه هاضرب تلاتة وعشرين في اتنين واجمعها على اتناشر في واحد واجمعها على ستاشر في تلاتة هيطلع لي مية وستة وحدة كتل زرية يبقى ازا الكتلة الجزائية بتاعت كربونات السوديوم مية وستة واحدة كتل زرية طيب دي الكتلة الجزائية انا عايز كتلة المول ما احنا قلنا قبل كده ان الكتلة الزرية او الكتلة الجزائية بتساوي الرقم بتاعها بيساوي رقم كتلة المول طيب انا قلت واحدة الكتلة الزرية بتاعت كربونات السوديوم كتلتها كام واحد مية وستة يبقى كتلة المول عندي كام مية وستة برضو جرام كده خلاص جبت كتلة المول مية وستة جرام فاضل بقى ان انا اجيب او اجاوب على السؤال اللي هو عايزه. ايه هو اللي عايزه? قال لك احسب كتلة خمسة وعشرين من ممول. خمسة وعشرين من ممول يعني ربع مول. طب هو المول كله مية وستة. طيب انا عايز ربع. عشان اجيب الربع اروح ضارب. الربع في المية وستة. ضارب الخمسة وعشرين من مية في المية وستة. يطلع كم? يطلع ستة وعشرين ونص جرام. يبقى ازا كتلة خمسة وعشرين من مية مول من كربونات السوديوم اللي هي كتلة ربع مول من كربونات السوديوم هتساوي ستة وعشرين ونص جرام. طيب بعد انا ما جبت كتلة المول طلب مني ما قال ليش احسب ربع مول او خمسة وعشرين مية. قال لي احسب خمسة من عشرة نص مول خلاص هضرب النص في المية وستة. طيب طلب مني تلاتة مول هروح ضارب التلاتة في مية وستة. يبقى ازا لما يجي يقول لي احسب كتلة نص مول ربع مول اي عدد من المولات لازم يكون عندي في الاول كتلة المول الواحد. مسألة اللي بعد كده. احسب عدد جزيئات مية تمانية وعشرين جرام من الاس او تو. علما بان الاس بتستوي اتنين وتلاتين والاو بتستوي ستاشر. اس او تو اللي هو ثاني اكسيد الكابريت. عايز عدد الجزيئات بتاعته. طيب انا عدد الجزيئات افتكر طيب اجيبه منين? هلاقي في تعريف خدناه اللي هو عدد افو جادرو. عدد افو جادرو لو ستة واثنين من مية في عشرة اوس تلاتة وعشرين. بس الرقم ده موجود في مول من المادة. موجود في مول من المادة. اه يبقى ازا برضو لازم اعرف المية تمانية وعشرين جرام دي بتعمل لي كم مول. عشان اعرف عدد الجزيئات لازم اعرف عدد المولات. طالما ان اجيبته عدد المولات خلاص. معروفة هتبقى الامور سهلة لان المول الواحد معروف عدد الجزيئات اللي موجودة فيه. اللي هي ستة واتنين في عشرة تلاتة وعشرين. ففي الاول عشان اجيب المية تمانية وعشرين جرام من ساني اكسيدي الكابريت. فيها كم مول لازم اجيب كتلة المول من ساني اكسيدي الكربون اه ساني اكسيدي الكابريت اللي هو الاس او تو. طيب كتلة المول من ساني اكسيدي الكابريت اللي هو الاس او تو. اجيبه ازاي? للسائلين. لو انا عايز كتلة المول من اي مادة بيسو مجموع كتة المكوناتها. مجموع كتة المكوناتها. اي مكونات ساني اكسيدي الكابريت? الكابريت والاكسوجين. طيب. الكابريت عندي والاكسوجين اجيب كتلة الكابريت واجيب كتلة الاكسوجين طيب واجمع معروعة كتلة الكابريت ابو السل اول كم مول داخل من الكابريت في التفاعل او في المركب اللي عندي الا ان الكابريت عندي مول واحد طيب كتلة المول ادي ايه قلنا اللي هو بتساوي الكتلة الزرية اللي موجودة ما بين الاقواس الكابريت عندي الكتلة الزرية بتاعته اتنين وتلاتين. وهو مول واحد. يبقى ازا كتلة الكابريت اللي دخلها في المركب واحد في اتنين وتلاتين. اجمع عليها كتلة الاكسوجين. طيب الاكسوجين كان مول اتنين? كتلة المول بكم? من بين الاقواس? ستاشر. يبقى عشان اجيب كتلة الاكسوجين اللي دخل في المركب? هضرب اتنين في ستاشر. يبقى واحد في اتناشر واحد في اتنين وتلاتين زائد اتنين في ستاشر. هيبقى اتنين وتلاتين زائد اتنين وتلاتين يطلع اربعة وستين. يبقى ازن الكتلة الجزائية اللي هي هتطلع اربعة وستين واحدة كتل زرية. تطلع اربعة وستين واحدة كتل زرية. طيب ده الكتلة الجزائية. طيب كتلة المول بقى كام? ما احنا قلنا كتلة المول تساوي الكتلة الجزائية. يبقى ازا كتلة المول برضو هتساوي نفس الرقم اللي هو اربعة وستين جروم. احنا اتفقنا اربعة وستين جروم ديت. ده كتلة المول الواحد. طب يبقى المئة تمانية وعشرين جروم كام مول? اقسم المئة تمانية وعشرين على الاربعة وستين هيطلع لي اتنين. يبقى ازا المئة تمانية وعشرين جرام دي هتعمل لي اتنين مول هتعمل لي اتنين مول من ساني اوكسيد الكابريت طيب انا وصلت خلاص اول عدد المولات يبقى قربت من حال المسألة المول الواحد في ستة واثنين من مية في عشر اوست ثلاثة وعشرين يبقى ازا عدد الجزائات في اتنين مول قد ايه ما هول مول الواحد ستة واثنين مية في عشر ثلاثة وعشرين هاضربها في اللي اتنين هيطلع لي اتناشر واربعة من مية في عشرة اوست ثلاثة وعشرين يبقى ازا عدد الجزائات اللي موجودة في مية تمانية وعشرين جرام من اس او تو يعني عدد الجزائات اللي موجودة في اتنين مول من الاس او تو هي اتناشر واربعة من عشرة في عشرة اوست ثلاثة وعشرين جبناها ازاي قلنا جبنا الاول عدد المولات اللي الموجودة في المية تمانية وعشرين جرام. ومن عدد المولات دي ان نقدر نجيب عدد الجزائيات الموجودة في المية تمانية وعشرين جرام من مهمة قوي ان انت تعرف ازاي تجيب عدد المولات. عدد المولات من ضمن الحاجات المهمة جدا عشان تقدر تحل بيها اي مسألة في الكيميا. دي مهمة جدا لانها تقدر تجيب بيها كتلة المادة تقدر تجيب بيها عدد الجزائيات الموجودة في المادة. بكده نكون انتهينا من تاني حلقات المراجعة العامة لمادة الكيميا للصف الاول. على وعد بلقان اخر بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.